فضالي مولانا هل الأهل هيحاسبوا على أفعال أبنائهم من المعاصي يعني مثلا ممكن تكون البنت مش عايزة تلبس الحجاب فالأهل يقولها لأ لازم تلبسيه عشان إحنا اللي هنتحاسب عليك فهل الكلام ده صح؟ التصرف وقال ليس للإنسان إلا ما سعب بعد بلوغ الإنسان سن التكليف يكون هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تصرفاته وعن أفعاله وعن تروقه فهو مش هيعمل الفعل الفلاني وهو واجب ولذلك لما أمرنا رسول الله بالتربية أمرنا في سن سبعة وعشرة إن إحنا نؤمر أولادنا ونعودهم ونخليهم على الصلاة مثلا والصلاة واجبة علشان ينشأ الطفل وهو بيصلي ويبقى حاجة عادية ما عندوش فيها مشكلة أم أمرنا في سبعة وعشرة لكن بعد كده وخلاص كبروا وبقوا في الجامعات وكده فهو خصيم نفسه الآباء ما داموا بيستمروا في النصيحة وفي البيان ومستمرين في هذا المجال فلا شيء عليه لأنه لا تزل وزرة وزرة أخرى فهذا من أساس الدين